احنا النهاردة هنكلم الناس اللي بيدوروا على شغل هنقدم النهاردة 3 مواقع منها موقع 5 خمسات ليه اسمه 5 خمسات؟ لان الشغل فيه بيبدأ ب5 دولار 5 في 15 ب75 جنيه هندخل على موقع 5 خمسات من على جوجل بعد كده بنبدأ نسجل فيه بنضغط على سجل مجانا هنبدأ نسجل بياناتنا الاسم والبريد الالكتروني وكلمة المرور كلمة سر وبعد كده نضغط على تسجيل هتظهر الصفحة دي هندوس على خمسات طيب قبل ما دوس على اضافة خدمة جديدة ايه بقى الخدمة اللي انا ممكن اقدمها؟ ممكن لو انت بتعرف تمنتج منتاج ممكن التعليق الصوتي انك تعلق ممكن ادخال بيانات يعني هيديك ورق كده بيدي اف وانت تنقل بس الكلام وفيه تطبيقات ممكن تحولي البيدي اف لورد ممكن التصميم ممكن بعمل تصميمات عن طريق الفوتوشوب او غيرها طب تعالوا نشوف هنسجل ازاي هنضغط على اضافة خدمة جديدة بيفتح الصفحة دي دي بقى اللي حكتب فيها ايه هو عنوان الخدمة انا طالب فيها ايه؟ اه مثلا لو انا ترجمت او كتبت مقال او عملت فيديو مثلا عملت له منتاج لمدة ساعة اطلب فيه مثلا 100 دولار ولا 100 جنيه او هكذا طيب تعالوا نشوف كده انواع الخدمات اللي ممكن نقدمها هندوس على المربع ده فيه عندك خدمات التسويل الالكتروني فيه عندك الكتابة والترجمة وفيه عندك كتابة السيرة الزاتية وفيه كمان المساعدة في حل الوجبات المدرسية وفيه عندك تعليم لغة تعليم لغة عربية وفيه عندك استشارات ونصايح يعني ممكن حتى تدي نصايح وتاخد عليها فلوس ومادئيا اللي حيحتاج اي دعم في اي حاجة من اللي انا قلتها التعليق الصوتي او المونتاج او الفوتوشوب او غيره يكتب لي في تعليق وانا ممكن اقوله على فيديوهات انا عملتها في شرح اي حاجة من الحاجات دي طيب نجل الموقع التاني اللي ممكن نلاقي من عليه شغل اسمه امازون جوبز وبندخل عليه عن طريق جوجل بعد ما تسجل عليه تكتب المدينة اللي انت عايز فيها الشغل وهتلاقي الشركات اللي عرض عمل في هذه المدينة طيب ندخل للشغلانة التالتة عن طريق تطبيق على الموبايل اسمه امازون فليكس انت بتشتغل ان انت بتوصل طلبات امازون للزباين بس لازم يكون عندك رخصة عربية وحسن سيروسلوك التطبيق ده هتنزله من على جوجل بلاي على فكرة في شغلانات تانية احنا عرضناها زي مثلا ازاي ممكن تعرض البضاعة بتاعتك على موقع امازون ببلاش وممكن تعرض مشغولاتك اليدوية الهانديميد برضو ببلاش على موقع امازون كل ده هتلاقيه على قناتنا على اليوتيوب وايضا على الصفحة ديوتيوب